وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول هل يجلس في الصلاة قراءة القرآن بغير ترتيب بالمصحف يعني الرقع الأولى يقرأ سورة الإخراس ورقع الثاني يقرأ سورة يقرأ سورة الضحى نعم أولا لا مانع من ذلك وفي حديث حذيفة صلى خلف في الصحيح أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فاستفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران ولا شك أن الترتيب يقول البقرة وآل عمران والنساء وإن كان الشيخ بن عثيمين ويقول هذا لا تنكيس فيه وإن كان الشيخ بن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه لا يرى بذلك ويقول إن العرضة الأخيرة التي عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام كانت بهذا وإنما كان ذلك قبل العرضة الأخيرة فكان يكره ذلك ونقول العلم عند الله أن هذا لا يعتبر تنكيسا إنما التنكيس المنهي عنه أيها الكرام الفضلاء هو أن يأتي في الركعة الأولى بآخر السورة وفي الركعة الثانية بأول السورة مثال ذلك يقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول وفي الركعة الثانية ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب هذا والتنكيس المنهي المنهي عنه وقال ومن تعمده يأثم ومن تعمده يأثم ومن فعله ناسيا فلا حرج لحديث النبي رفع علمات القطع والنسيان وما استكريوا عليه وقال الله عز وجل ربنا لا تأخذنا لنسينا واختنق الله قد فعلت راه أحمد وغيره فلا حرج في ذلك إن شاء الله نعم ترجمة نانسي قنقر